مهارات كثيرة مهارات تفاوض ازاي تفاوض توصل الهدف بتاع المنظمة ازاي توصل الهدف بتاعك انت شخصيا بضم تضر حد الاسكس تمام كل الحاجات دي في الجانب الشمال المثلث فزاي ما قلت حالتك القاعدة الشعارات المهنية مفيش حاجة فيهم تقنع لو انت في حاجة اقصى من اضلع المثلث ده فانت هتكون شخصيتك ناص هذا البودكاست برعاية أزدان وهذا البودكاست برعاية هوفت هب فاينانس ترانسفورميشن واحدة من الحاجات اللي بتوجهنا ان احنا نعمل انترفيو مع حد يكون بالعربي وفي نفس الوقت يكون من افضل المدراء الماليين سي اف اوز الموجودين في المنطقة وكمان يكون باشن وعنده حماس جدا للكواليفيكيشنز والإديوكيشن بشكل كبير فاحنا في ليدرز انسايد فاخرين جدا احمد انت معنا وبصراحة التوليفة بتاعت حد من افضل المدراء الماليين بالشاهدات دي وبالكفاءات الموجودة دي على مدار السنين دي حاجة تدعونا للفخر ان انت معنا فاهلا بك في البرنامج شكرا محمود وانا سعيد جدا نتبع معاك النهاردة هنا في دبي واعتمنى ان انا نكون نتفاص نظنك يعني اتمنى ان نكون كده لا لا ان شاء الله ان شاء الله اكتر كمان دلوقتي احنا اللي عايزين نلخص الرحلة بتاعتك سريعا كده كمقدمة من اول ما بدأت لغاية ما وصلت المنصب المدير المالي بشكل وجيس كده يعني ايه ايه او الحاجات الرئيسية المحورية اللي حصلت في حياتك الحاجات الاساسية خصوصا كمان مع جزء الشهادات والمؤهلات اللي انت اشتغلت على كتير ما شاء الله طب شوف انا طبعا انا بسأل نفسي شخصيا السؤال ده تقريبا مرة مرتين في الاسبوع على طول يعني اه بشكل منطقي يعني الكونكولوجي ان انا وصلت له او الملخص ان انا وصلت له ان انا ده فضل من ربينا سبحانه وتعالى حمد الله اولا واخيرا يعني برة في الغرب في أوروبة وامريكا او تسأل يعني مؤسسين الشركات وكده فبيقولوا لك تسعين في المية لك احنا طبعا انا شام رجل مسلم فانا بقول لك هو فضل ربينا سبحانه وتعالى ربينا سبحانه وتعالى زرع فيها صفاتين اعتقد ان هم دولة انه الورى النجاح للواحد وصل له اول حاجة الاصرار اصرار انك توصل لهدف ما الثاني حاجة الالتزام الشديد انك حاجة معينة تلتزم بها تبقى سواء لعملك او لدراستك اعتقد هم الاثنين دولة الحاجتين اللي وصلون لنا فيه الحمد لله رب العالمين انا ليه بقول لك يعني هارجعتان ليه بقول لك فضل ربنا سبحانه وتعالى انا ما تأمن نفسي يعني واحد من أصوان طلع من مدارس عربي مدارس حكومية دخل كله تجارس وهاج حتى الان حتى اللقطة دي يعني اذا راحهم فيها هم اللي وراء النجاح اللي انا وصلت له ده طبعا انا ابتديت محاسب كنت كل يوم الصبح وحتى الان انا بعمل اللي علي بس يعني انا بسعى بسعى من النوم بقدي في حدود يومي تمام الاهداف الكبيرة انا بكتبها انا كاتب صورة ذهنية عن افضل صورة من نفسي انا عايز اوصل لفين اوكي ما بشغلش نفسي بقى بالسينوريوهات انا بحط مثلا ان انا خطة انا هعمل واحد اثنين ثلاثة عشان اوصل للموضوع ده الخطة دي بتتقسم لسنوية السنوية بتتقسم لشغل يومي فكل يوم الصبح انا بس هبس اعمل عليه هو ده يعني اعتقد افضل اسلوب انك توصل اه لهدفك انك تحدده خلاص تنسى تمام مش تنسى يعني انك متعدش بقى تعمل سينوريوهات مختلفة الكلام ده يستهلك منك تفكير وتخيلات لا خلاص انت انت حطيت الصورة الزهنية اللي انت عايزها لنفسك على كل المستويات بتشوف منتور تمام المنتور ده بتعرض على الخطة وبيساعدك انك ايه ديك مايل ستونز انك توصل للهدف ده وبعدك تشتغل كل يوم ده صح الصبح وتأدي اللي عليك مع الالتزام ومع الاصرار انك ما تزاقش انك ما تملش انك ما تضلش الطريق هتوصل ان شاء الله للي انت عايزه اعتقد ده الملخص يعني اللي انا ادر اقول انا استهوتني حاجة انت اكيد بتنزل اجازات اسوان اه اكيد بتحس بايه لما تعدي على محطة سوهاك او توصل اسوان وتشوف احمد من 20 سنة من 15 سنة لما كانت كل مشاكلك مختلفة وكانت يعني السؤالي لك هنا لما بتبص برا بشكل يعني على الرحلة بدايتها كتفين هل اللي انت وصلتله غاية دلوقتي الانسان لازم يطور من نفسه كان واضح بالنسبة لك وقت ما كنت لسه في الجامعة هناك او في الدراسة هناك ولا لا ده كان افضل من احسن امنياتك ولا اقل من احسن امنياتك اه يعني يكون بي كون انت باعك لما ترجع على نقطة البداية مش بتخيل ازاي وصلت هنا يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى امكان اداني كل شيء اتمنته في حياتي الحمد لله فانا عشان كده بطمع اكتر يعني الواحد ده من بيطمع يعني الى ان انت اتمنت شئ معين ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وبدأت تشتغل على نفسك فيه فبتحققه فاخد اللي بعده وهكذا اعني ما كنتش تخيل خالص ان انا يعني اقعد محضرتك يا سمحمود وان انا احكي على رحلتي اه ما تخيلتش ان انا انا اكون في يوم من الايام اول مدير مالي مصر يطلع في تلفزيون مسلا مساء الله يعني في حاجات كده بتحصل ما تخيلتش مثلا براين هوك اللي هو اشهر مدرب محاسبة في العالم يكون مسافر من دبي القاهرة ويغير مسار طيارته ويجي على يحجز على السعودية ويجي قبلك ويقولك انا انا جاي قبلك ما تخيلتش ان الرئيس معهد الايامي بنفسه يركب معك العربية بتاعته بروح تعشى معك ففيه حاجات بتحصل في حياتك كده ما تخيلتش ان انا اخذ تير في مسبق احسن مدير مالي ما تخيلتش ان انا اخذ درع القيادة الماسية من معاد الايامي ضمن ثلاثة في السعودية ما اخذينه حاجات كتيرة في حياتي يعني سبحان الله يعني انت لو اي سبب منطقي غير ان الفضل ربنا سبحانه وتعالى مش هتتبرر طيب بما انك ذكرت الايامي خلينا ندخل شوية في موضوع المؤهلات المالية اللي موجودة في المحاسبة خلينا اقول لك الحاجة المنافسة على المؤهلات المالية بقى جديد جدا ما بين مؤسستين كبار زي ما انت عارف ثلاثة اربع مؤسستات كبار وكل يوم بيطلع مؤهل جديد وكل يوم بيطلع تطور جديد ومع موجود الـ AI والتكنولوجي والترانسفورميشن ابتدى يبقى فيه سؤال طب هل المؤهلات المالية دي فضلت متنازبة مع المتماشي مع الواقع اللي احنا موجودين فيه السؤال ده مش بس مع المؤهلات المالية السؤال ده كمان بينطبق على كل مراحل التعليم فالسؤال اللي بيتسئل دلوقتي هل لازالت المؤهلات المالية هي البطاقة الخضرة في ان انت توصل للمدير المالي وشايف لعب الدور قد اي في مصارك المهني عشان توصل لانت فيه دلوقتي خلينا اقول لك انت تخيل قدامك مسلس مسلس المسلس القاعدة بتاعته وفيه ضلع يمين وضلع شمال ده المدير المالي يعني او القاعدة القاعدة لا شك موجود فيها المؤهلات الاكاديمية والمؤهلات المهنية يعني بمعنى لسه انا شايف من وجهة نظري ان باكارولستجارة شعبة محاسبة مهمة جدا لازم تكون دلسة اربع سنين محاسبة ومن وجهة نظري المعاهد كذلك تمام وانك تاخد شهادات مهنية في مجالك حسب بقى انت شغال انت شغال محاسب اداري فتاخد السيمة او تاخد السيمة شغال مراجع قانوني او مراجعة خارجية بتاخد الاي سي سي او السي بي اي شغال مريع داخلي بتاخد واكسرعاني الى الاخر فده ضلع المسلس لازم يبقى معك شهادات مهنية ولازم يبقى معك شهادات اكاديمية الاتنين ده لا يغني عندها طيب الضلع اليمين هو الضلع الخبرة الاكسي بريانسيز شهادات مهنية من غير الخبرة من لديك لازمة والخبرة لا تغنى على الشهادات المهنية وشهادات المهنية لها تغني على الخبرة. عشان بس الصراع للشباب يعني على السوشيال ميديا لأ. انت حتى لو مدير مالي عندك عشرين سنة خمسة عشرين سنة خبرة. برضو هينقصك شي. انت يعني لو طلعت من المكان بتاعك صعب جدا انك تلاقي يعني مكان تاني دلو انت معكش شهادات مهنية. آآ فدي اساسية. مش بس عشان خطر الجزء العلمي وكده. لا. الشهادات المهنية محمود بتغير بتاعك. بتخليك تبص للبيزنس تبص للحياة بنظرة تانية خالص. آآ بتكسبك مهارات مستحيل تكتسبها بالخبرة بس. عشان كده لأ الشهادات مهمة هي الاساس المسلس يعني. او القاعدة بتاعت المسلس. طيب احنا قلنا القاعدة الشهادات اليمين الخبرة ناحية الشمال هي او ناحية اليسار هي المهارات النعمة. اللي هي. ايه. انده شتب مدير مالي. ازاي تتعمى على الصف بتاعك. ازاي تتعمى ناس اكبر منك. ناس اصغر منك. معك بنات. معك ولاد. معك ناس من خلفيات مختلفة. خلفيات دينية وعرقية واسنية. جنسيات مختلفة. آآ ازاي تلم ده كله وتخليه محققة والهدف بتاع المنظمة بتاعتك. ازاي عندك انت بتكلم ناس غير مالية. تمام? مش همينفع تتكلمهم من معايير تقول لهم الاية فارس سمنتاشر خمستاشر وستاشر والكلام ده. لا. انت بتقعد مع البرد اغلبهم مش خلفية مالية. فازاي تخطب الناس. تمام? ازاي توصل لهم الفكرة بتاعتك. مهمة جدا لعرض المعلومات المالية. آآ ازاي انت تتواصل مع الناس. تتواصل مع الناس على جميع المستويات. اتواصل مع 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 الموظفين. مع بتاع القهوة اللي بيجيب لك القهوة. ازاي اه المشاعر بتاعتهم. الصعوبات اللي بيعانوها في البيت. ازاي واحد تخلي الموظف بتاعك آآ سعيد. سعيد بالشغل بتاعه. ازاي ترسيمه المساري المهني. آآ مهارات مهارات كتيرة. مهارات التفاوض. ازاي تعرف تتفاوض آآ مصلحة وتوصل للهدف بتاع المنظمة. ازاي توصل للهدف بتاعك انت شخصيا بيدم تضر حد. الاسكس. تمام? كل الحاجات دي آآ في الجانب الشمال من المسلس. فزي ما قلت حريطك القاعدة شهرات المهنية. الاكسيبرينسيز السوفت سكيلز. ما فيش حاجة فيهم تغنع. لو انت في حاجة نقصة من قبله على المسلس ده. فانت هتكون شخصيتك ناصة. لازم تكمله. آآ كان فيه كان فيه ترند بفترة لو انت فاكر. ان آآ الناس اتأخرت في ان هما ياخدوا الشهادات المهنية بعد ما خلصوا في مثلا باكروت تجارة. يعني يخد المؤهل العلمي تجارة. آآ بالذات اربع سنينة او ثلاثة سنينة محاسبة بكل تفاصيلها. وبعدين آآ من قدر ما هم متشوقين لسوق العمل. بوقفوا دراسة. وصحبتهم الحياة عشر خمساشر عشر سنة. فبتدوا يديوا الفيدباك ده للناس اللي في الكلية. وبيقولوا النصيحة ليك مسلا ان انت خلص الكلية. وانت لسه على طول عندك الاستعاب والوقت والمجال ان انت تخش على طول آآ مؤهلات آآ مهنية. آآ انت بتنصح ايه للشباب الجديد دلوقتي. بعد ما يخلص باكروت السجارة يدخل على طول شهادات مهنية ولا تنصح ان هو يخلص مسلا باكروت السجارة او اي آآ شهادة العاقة بالكسم المالية. آآ وبعدها يبدأ شوية كورسات متخصصة في انها تساعد ان هو يشتغل وبعدين بعد سنين الخبرة معينة يبدأ يشتغل في المرهنة في الشهادات المهنية. بترجح ان يكافع في الرؤيين. اوكي. آآ انا ناس كتير طبعا بتسألني سواء اللينك دين او سواء الفيسبوك او حتى فيس توفيس نفس السؤال ده. يمكن هو اكثر سؤال بتسأله في الحال. آآ اي جابتك الآتي. آآ اي حد بسألني ايا كان سواء كان طالب او كان سيفو. اي جابت واحدة بقول له احسن معا تبتدي في الشهادة المهنية مبارح. حسن مبارح قده. فانت ما قد ما كشغل النهاردة. ابتدي دلوقتي حالا. تبتدي حالا دلوقتي. طيب آآ لان بكرة هتكون تأخرت. اوكي? طيب. آآ خلينا احكي لك تجربتين. تجربتنا تعريم عربي. آآ ما اشتغلتش ممكن كنت شفش. خلال من من اربعة تلاتين سنة لواحد اربعين سنة الحمد لله خدت تسع شهادات. منهم ام باي من اكبر اربعين جامعة في في انجلترا. تمام? فما فيش حاس مع السن. السن ده وهم. آآ في حياة كتيرة اوهم في دماغ الناس يقول لك لا السن. لا انا ضعف اللغة الانجليش. لا ما عنديش وقت. لا. كل دي حجج العقل الباطن بيدها لك. عشان ما يخليش عندك التزام. انا الشهادة المهنية دائما بقول هي مصممة للانسان متوسط الزكاء. متوسط للغة الانجليزية. اللي صمم الشهادة عارف ان اغلب اللي بيخدوها مش مش اللغة الانجليزية مش القولة بتاعتهم. هو مصمم على كده. هو مش عايزك تبقى متحدث يعني طليق باللغة الانجليزية. هو عايزك بس تعف تتكلم انجليش بزنس. تعف تاخد تدي مع الناس وتفهمهم. تعف ترد على الايميلز. آآ فموضوع اللغة ده يعني دي حجة. موضوع ان انا ما عنديش وقت يدي حجة. آآ انك عندك وقت انك تتفرج ما تشتكور. على سبيل المثال عندك وقت انك تشوف صحابك عند وقت تتفرج التلفزيون. آآ موضوع محتاج الالتزام. التزام الشديد مش الالتزام عادي. طيب. ده بالنسبة لتجربة الشخصية. آآ مصر القف اللي هو آآ رئيس معد الايميل. اللي هو نقل النقل الرهيب لي من الف وخمس عشر يعني. الراجل ده كان بيحكي. انا سمعته بويدني وشوفته بعينه يعني كان قدامي. آآ ابتدى ايه غدت خمسين سنة كان كل المؤهلات اللي معاه ان هو مع باكلاريوس مسيماتكس. رياضيات. آآ وكان شغال في احد الشركات فجأة في يوم وليلة قال له انت هتمسك سيفو. بما عمسك سيفو ازاي? قال له لا انت هتمسك سيفو. آآ شركة نترنوشة الكبيرة. لان دور السيفو احنا ممكن في وقت اللي بنحكي يتغير تماما عن مش مدري مالي هو حاجة تانية. مهم الراجل فطيب اخد ايه قال له في معهد اسم اول ايميه تاخد السيميه. اخد السيميه هو عنده ستة وخمسين سنة. بقد? بقد ستة وخمسين سنة. شما تخيل? بعدها بكم سنة مسك رئيس المعهد يعني الغريبة مش انه اخد السيميه بس. لا انه هو على ستين سنة مسك رئيس المعهد اللي هو اكبر معهد المحاسبين اليداريين. ونقل ونقلة. آآ يعني انا ازول لك ان مصطفى حسن وصديقي كان تقريبا شهادته رقم سبعين الف سنة الف وخمساشر. النهاردة الرقم مية وتلاتين الف اخد شهادته تقريبا. او اخد شهادته فلوند الزجاجة. مهم. فانت متخيل من ساعات ما عملوا المعهد في سنة حاية واربعين لغاية سنة الف وخمساشر كانوا سبعين الف بس لاخدوا الشهادة. لان الرقم لا يتكرم. من الف وخمساشر للنهاردة في سبعين الف تاني اضافه او ستين الف اضافه تاني. فاتخيل حجم الانجازة اللي عمر الرجل ده. وهو اخد شهاده ستة وخمسين سنة. فما انتقلش حد دي حجة. انا على السعادة الشخصي انا اعرف ناس يعني اربعين سنة بعد اربعين كتير اخدوه. اتجارة عربي. اعرف اه ناس خارجين ده بانجليش اخدوها. اعرف ناس خارجين صيدلة اخدوها. اعرف ناس بشكل شخصي يعني. اعرف ناس خارجين هندسة اخدوها. اسمي. ام. فلم يتركوا الاحد يا سنة حجة. ولا مخرج ان انت تقول لا الشهادة المهنية في اي وقت تبتدي فيها. طبعا طلبة كتير جدا ما شاء الله تبارك الله. هم في الكلية في سنة ثالثة والسنة الرابعة اخدوها. وفي فرعا في سنة كتير. في ناس اخدوها في ستة شهور. ام. والمصريين يعني. ام. يا سبع شهور. في ناس اخدوها في سنة في سنتين. في ناس يعني اخدوها ما اهم كانت اربع اجزاء. اخدوا بيزر الاول والتاني. وتلات سنين وما نجحوش واخدوهن واخدوهن بعد كده. ام. بعد الفين وخمستاشر في في فانا في قصص يعني انا ممكن ناخد برودكاست كله نحكي في قصص الشهادات المهنية والكفاح بتاع الناس فيها. ام. فلا ما فيش حجة. لو عايز تبدأ زي ما نقول لك يعني نرجع للاجابة الاولى. اه كان امبارح افضل معد. ولو عدك امبارح بتدي دلوقتي حالا حالا. بتاخرش. اوكي. اوكي واضح. طيب اه اه الناس دايما بيبص على السوق السعودي انه هو سوق مميز اه ومختلف عن اي سوق تاني. اه ومع الوضع الاقتصادي والرؤية السعودية بقت جذبة جدا لكل الاستثمارات في العالم يعني الارقام بتتكلم. اه كل الشركات الكبيرة دلوقتي بادية تحط استثماراتها في السعودية بشكل كبير جدا. والاستثمارات دي لما تروح للسعودية هنتكلم قدام شوية المدير المالي او بيلعب دور كبير جدا. في حيطة ان احنا كفاينانس ليدرز يعني او كيادة مالية بنحاول نوجه استثماراتنا في احسن عائد ممكن. اه للبزنس للدولة للشركة للحجم السوق اه بشكل او اخر. لو عايزك يعني سريعا تقول لي اه بحكم الشبكة بتاعتك وتواصلك مع كده مالية من دول تانية مختلفة. ايه المتطلبات اه اللي مطلوبة للمدير المالي النجح في السعودية. تحديدا في السعودية. اوكي. اه طبعا السعودية يعني قبل 2015 غير بعد 2015 خالص. يعني انا رحت بمرحلتنا بعد 2015. اه كان سمو الأمير محمد بن سلمان. اه يعني تولى ولي العهد. اه وحط رؤية التعشرين تلاتين. اه طبعا احنا يعني متعودين في منطقتنا العربية ان الرؤية او الاستراتيجية هو كلام بيتحط وبيتطباش. لكن بصراحة في السعودية الفرق ان هو اللي بيقولوه بيعملوه. يعني وده اي حد شبي مش انا بس. اه في نمو كبير جدا في البلد اه اهتمام اه بالجانب المالي بالمحاسبين شديد جدا. الهيئة السعودية المحاسبين القانونيين السقبة هي اقوى هيئة مهنية دلوقتي في الوطن العربي. انا مش انا اللي بقول لأ انت بص حدك على الترجمات. امبارح كانوا عاملين مسابقة للجامعات حتى تفوضل فيها جامعة منهور. اه مؤتمرات. احنا اقوم مرة شوف مؤتمر المحاسبين شوفناه في السعودية. يعني كان قبل اله. اه ورش عمل اهتمام بالاعضاء. اه تركيز على المهنة. اه ليه ده كله? لان طبعا هما يعني الشركات اه الخاصة هي اللي بتتقوي اقتصاد اي دولة. اه السعودية كان عندها اه رؤية ان هي تبقى البورسة السعودية او السوء المالية السعودية رقم عشرة على مستوى العالم. اه. اه السنة دي الفين واربعتاشر اه السوء المالية السعودية رقم سبعة. مش رقم عشرة. ماشاء الله. فهم ان شاء الله اللي يعجبني في السعودية اللي بيقولوا عليه بيعملوا. اه وفعلا ما شاء الله بيوصلوا له. اه طيب عشان تبقى فيه الشركات جذبة للمستثمرين وعشان تبقى يعني البيئة بشكل عام بيئة استثمرية جذبة للمستثمرين من ضمن الحاجات المطلوبة في لازم قوة التقارير المالية وقوة الايكو سيستم عمتة بتاع المحاسبة والمالية في البلد لازم يكون يعني صحية. اه عشان كده اه متطلبات السوق نفسه للموديل المالي تغيرت عن زمان خلص. يعني دلوقتي بقى الموضوع الشهادة المهنية دي اساسي. يعني انت بسلا على الشركة بتعمل اعلان عايزة مدير مالي. بيقدم الف واحد. مم. اللي بيحصل ودائما الناس يعني جوه الشركات ولا يخفى يعني. مش سر يعني بزيعه. بيعملوا او الشهادة المهنية. الناس اللي ماخدى الشهادة مهنية متناسبة مع المهنة. بياخدوهم خمسة عشرة من الالف لو يسيبوا الباقي. مم. كي يبتل يشوفوا يعمل بقى مقابلات مع الناس دي. بس مستحيلة اصلا عامل مقابلات مع الف واحد. فهو موضوع الشهادة المهنية انا شايفه ان هو ضروري شو صليم. طيب اه اه ايه المطلوب ايه الموديل المالي المطلوب حاليا في الفترة دي. مطلوب واحد بيفهم 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 بلانينج. اه بيفهم الكاش مانجمنت. مهم جدا جدا جدا. تمام? اه بيفهم يعفيرة اه تقارير المالية. يعرف ايه بيعنده اللي هي فطنة الاعمال. اه ايبا يقعد على ترابيست البورد فاهم موديل المشاريعات بيتكلم بيقول ايه? فاهم مدير المبعاد بيقول ايه? فاهم مسلا حيزي هالتسويق. يعني لازم يفهم يعني ايه الماركتنج استراتيجي. ايه الخطة التسويقية? ليه لان هو بيبنى على الباديد. تمام? فلازم يكونوا فاهم ايه هي. اه فالمدير المالي مش بس بيعنده الاساسيات. طبعا هو ده حمل علينا. يعني الاول احنا كنت مفهم ما اساسيات المحاسبة والمعايير الدولية والتطور في المعايير اللي حاصل لسه. طلع مسلا معايير طوانتاشر. انا انا سألت حد بمدير مالي. يعني معايير طوانتاشر ايه فرغم معايير واحد ومعرفش ده مشكلة. مسألك مسلا ايه تحديات بتاعتك في البيزنس اكوردنج اللي والايف ريس تسعة او ايف ريس تلاتاشر. ومعرفش دي مشكلة. فدي اساسيات يعني ادي المفروض تتابع المعايير ده اساسيات. انك تعرف ده اساسيات. تمام? لا غنى عنها. وبعد كده بقى لقى تفهم بقى انت رأيه يعني 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 تمام? يعني ايه الفرق بين على سبيل المسال. اه ايه اللي في السوق العالمية وفي الاقتصاد يعني ايه ايه التغيرات اللي في السوق? بتاع داع الانفليشن. وايه الامباكت بتاع الانفليشن على الشركة بتاعتك. اه حاجة زي مثلا ازاي تعمل ازاي تفهم انك تعمل ازاي ازاي تفهم انك تعمل اه استراتيجيك اناليسيس انترنالي للشركة بتاعتك. الفرق بين سوات مسلا على سبيل المسال. ده بيستخدم فيه وده بيستخدم فيه. اه يعني ايه صافة تمام? ازاي انك تقيم ما بين الادفانتيك والدساتفانتيك. ازاي اصلا تاخد قرار اه حاجة ازاي ترد مسلا على مشروع? او على فكرة? او تقيم فكرة استثمارية خلال الساعة. انا عارف ساعة ولا ايه لا. بس ازاي انت قال لك ايميل وقال لك رد خلال الساعة. تمام? فايه ايه 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 من نوعية التعليم والكواليفيكيشن اللي تكتسبها? يعني مسلا على سبيل المسال عشان تقف ترد خلال الساعة لان تكون بتكتب مسلا بسرعة اربعين كلمة في الديها. على سبيل المسال. دي حاجة مسلا جانبية كده. هل انت بتاعف تكتب بسرعة مسلا? كموديل مالي? هل بتاعف ترد على الايميلات? هل تعرف اللغتك انجليزية سليمة? هل بتاعف تتكلم وتعمل بتعرض فكرتك? يعني جايز تكون فكرتك فعلا صحيحة. اه مسلا على سبيل المسال الشركة اخرت مشروع معين. وانت شايف ان المشروع ده بتاعه مثلا او او بتاعه مش مش مجزي وان فيه فرص احسن وكده. لو انت مش عارف تعرض فكرتك كويس. تمام? ممكن الشركة تاخد قرار خاطئ عشان انت بس مش عارف تعرض فكرتك كويس. او مش عارف تباين. اه طريقة التفكير نفسها. طريقة التفكير في البزنس. كل ده يعني حاجات محتاجة من المدير المالي. المدير المالي حاليا خصوصا في السعودية هو الدراع اليميم تاع الشركة. الشركة بتعتمد عليه. في وقت الازمات الشركة بتقول لك الحانة. يعني في الموضوع او الشركة يحطر في مشكلة في السيلة. مشكلة في السيلة على فكرة. لو سيلة زيادة مشكلة. ولو قليلة مشكلة. ا genial. فانت هتعمل ايه? انت اتضر اك ايه? ازاي السيلة زيادة تعال بتعامل معها ازاي? توجيها في الاستثمارات و بناء على ايه اه يعني بناء على ايه deviologue اللي هتخدو. في الحسبان يم تيكت تعمل الالستثمارات بتاعتك تنوع في الاستثمارات. وما يحصل في السيلة الائلة انت اصلا تعمل اجراءات وقائية. بمعنى انك تنوع مصادر التمويل للشركة وتخليها جاهزة. فلعندك اتفاقيات مع البنوك مع شركات التمويل مع السقوك. السقوك مسلا فيه دوقتي السقوك في السعودية فتحه. انت هل انت كمدير مالي او قبل ما تجي السعودية قريت القانون بتاع السقوك او نظام بتاع السقوك. هل قريت نظام الشركات الجديدة عرفت ايه التغيرات. فبقول لك الموضوع ذات جدا. لازم يعني انت لازم تعيش البيزنس. لازم شغلك الشاغل. اما بقول لك يعني نرجع تاني قصة الايه التركيز. تمام والتزام الشديد. انت ملتزم عليك التزام وساط شركتك او وساط المكان انت شغال فيه. انك توجيهم التوجيه الصح. ودي ايمان قدوم ربنا سبحانه وتعالى. عشان توجيه التوجيه الصح لازم تكون مطلع على كل البحثة في بتاعك. تمام? يعني مثلا الضرايف في الامارات. انا بحضر اه وورك سيشان مسلا مع ومع ومع غيرهم. عن الضرايف في الامارات. ما هليها ايمباكت علينا. تمام? على سبيل المسال. بروح احضر مثلا ورش عمل اقتصادية على المايكرو ايكونوميك في الولايات المتحدة الامريكية. لان مثلا الريال السعودي مربوط بالدولار. وفي ايمباكت متبادل يعني. فلازم انت تكون متابع الكلام ده كله. يعني انت لازم تعيش البيزنس. يعني لازم تشترك في ثلاثة اربع اصدارات. حتى ما تركب عربيتك. ما تسمعش يا غاني ولا. بصرف النظر يعني ما تسمعش. اسمع برودكاست. يفيدك في مجالك. وبالانجلش. عشان تستفيد. عشان تتعلم. تعرف التريندز. احنا كل ده ما قلناش التكنولوجي. يعني يعني. احنا لسه احنا بنتكلم على الاساسيات انك تعيش البيزنس. تمام? انت تعيش حياتك. انك ايه? تستوعك. تبقى زي الاسفنجيا كده. تستوعب عشان يما تيجي تسئل. وما تيجي تحط في موقف تبقى جاهز. طيب احنا انت كنت لمحت شوية على جزء آآ آآ التغييرات في الادارة المالية آآ دلوقتي عن قبل كده. وقلنا ان حتى المدير المالي دلوقتي مش بس لازم يكون ملم بال بالاساسيات الخاصة بالمحاسبة وبالشهادات وبالاة وبالاصدارات الجديدة من المعايير المحاسبية ده ده شيء اساسي آآ بس في نفس الوقت لازم يكون عجبني بالموضوع بصرحة انت قلتوا الموضوع الاسفنجا انه قدر يمتص البيزنس ويكون عايش مع البيزنس في كل وقت وفي كل مكان عشان يقدر يجاوه في اي وقت يكلم فيه. آآ فده ممكن يكون ضمن التغييرات اللي انت قلتها بسهل في تغييرات تانية آآ شايفها آآ غيارة الدور بتاع المدير المالي او الادارة المالية دلوقتي عن زمان? بجانب التغيير ده? آآ ممكن نتكلم عن التكنولوجيا يعني سمي المسائل طبعا يعني احنا ممكن ناخد بروتكاست كاما على التكنولوجيا يعني دلوقتي بلوكتشين والماشين ليرننج والآآ والآآ يعني آآ انا خلينا اقول لك في مجموعة انا مشترك فيها على سلاك اسمها ويب سري سي فو يعني يعني موضوع ويب سري ده عايز يتشرح ايه هو ويب سري آآ ويه ازاي تبقى سي فو في الويب سري اصلا آآ طبعا هما بيركزوا على الكريبتو كرنسي وزاي نتعامل معها هذا سي فوز لدرجة في حاليا ان اي ار بي طالع آآ بيتعامل على الكريبتو كرنسي بمعنى ازاي تدفع الرواتب بالكريبتو ازاي تحاسب بمشتغياتك وبيبعاتك بالكريبتو كريبتو كرنسي. اه يعني الدنيا آآ طبعا لو نرجع للينا قلته بالترتيب الاي اي اي طبعا عمل رهيب احنا يعني اي اي ظهر اخر سنة اللي فاتت تمام? اه طب بص خلال سنة عمل رهيبة اه المشين ليرننج ممكن الناس ده يعني الناس ممكن نسيتهم على الاي اي بس ده ده قصة يعني ده بالزبط كده هيستبعد اي تعامل ما بين ماشين وماشين او اي تعامل ما بين انسان وماشين بمعنى اه انت شغال كشير مثلا في المطعم او الكشير بيعمل ايه? بياخد الفلوس من الزبون. يحطها في ماشين. يحطها في ماشين بيحاسب لا ده كده يتلغي. اي كشير يتلغي. يعني هنا العشر سنين اي كشير هيمشي. في البنك نفس القصة بياخد دوبوزيت. حطه في السيسم. هيمشي. اي حد يعني مثلا لو تفكر زمان كافيه شغلانة كده غريبة كان حد يركف الاسنسير ويطلع الناس وينزل الناس. اه مش هافلي. اه لا هي ما هو يعني ده برضو بتعامل مع ماشين. يعني بيدوسها زرار. بالضبط. في اي حد يعني اي حد بين ماشين وانسان هيطلع. من المهن الداتا انتري. اي حد بيدخل داتا على سيستم هيطلع. الداتا تدخل وحدها. ممكن ده احنا شفتناه في الفوتار الالكترونية في السعودية وفي الامارات. خلاص الدنيا بقت. يعني في دلوقتي سيستم زرخيصة خالص. بتدخل الفواتير سواء بالاسكانة وانطرية الامير تعملها بوستنج في الياربي. اه فانت دور يعني انت تروح فين في. ده بقولك المشين اللي هو بيد على اي 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 انا ما كلمتكش على اي اي اي. يعني يعني الناس خايفة من اي اي اي. لا المشين اللي اخطر. اه طيب. اه انت يعني انت فين في ده كله. يعني بعد عشرة سنين دورك يبقى مع تغول التكنولوجيا ده. هل اصلا يعني الناس متابعة للتريندز دي. اه هل الناس مسلا. مسلا. هل الناس عارفة ايه بتاع او ايه التريندز. اه من الحاجات الكويسة الحمد لله اللي الواحد يعني الزم نفسه بيها. انه تقريبا محمود ما فيش تريند بيطلع في المالية غير انا متابعة. مم. متابعة ازاي? عن طريق ان انا مش تارك في مجلات المعاهد اللي انا اه انا اي معهد انا بجدد اشتراك فيه. وده ناس كتير بتهمل الموضوع ده. وبدفع تكلفة بس عشان المجلة اللي بتيجي بشكل سريع كتير اتعرف ات ننزل في مجالك. عشان تبقى ايه? اه طبقى يعني الحمد لله يعني حتى في المؤتمرات دايما بدع بدع ان انا اتكلم في التكنولوجيا. طبعا انت حدلك انت شغلات ديجيت ازاي شغلتك يعني. انا متطفل عليك. انا عايش. انا عايش. انا عايش انا متطفل عليك يعني سمحني. اه بس دي من الحاجات بقى الموديل المالي اللي لازم يبقى على اطلاع عليها. لازم يبقى مالية سبيدك يعني. يعني انا الشهد جي بي تي مسلا كنسري. انا من اول الناس اللي كنت اشتغل عليه اه اه موطيح في السعودية. اه اول اليوم الشهد جي بي تي فور تنزل فيه اشتركت فيه. اه. اغاد دلوقتي. تمام? الحمد لله بحاول استخدامه وفي شغلي بحاول اطوق يعني اتعامل معه ازاي. تمام? اه اه دفرن تولز اللي بحاول اشتغل معه. يعني مسلا في حاجة اسمها اوتو. اوتو ده يعني او دابل تي او. ده بيدخل معك الاجتماعات تمام? اه الفيرشوال. بلخصتك الاجتماعي محمود. اه. وبيديك ركومنديشن. بعمل لك منتف ميتنجس. مش هدطر تكتب. هو دلوقتي ده موجود. انا بس تعمله. موجود دلوقتي اه في كوبايلوت. تيمس كوبايلوت. اه. نازم مكروسوفت. اه سوري نقطعت كلامك. لا لا بالعكس. انت لما بتدخل الميتنج متأخر عشر داقيق ربع ساعة. فكوبايلوت تسأل وتقول له معلش انا دخلت الميتنج دلوقتي. ولخص لي اللي حصل في ربع ساعة لحدت. صحيح. يقول لك اقل دور واهم النقط. يقترح لك اسئلة تسألها. يقترح لك اسئلة تسألها. وبياخد الميتنج وبيبعط لك بعكية وبيطلع الكيه هايلايت. حاجة. دي لايف انا بستخدمها كل يوم. يعني دي حاجة موجودة وريدي. ما هو ده هي بقى ان ان انت. ده مش ده مش حاليا. يعني الموضوع موضوع حاصل حاليا. يعني فانت يعني اي حد يسأل نفسه. طب انا انا دوري فين? انا فين في العالم ده? قال انت متأخر قدي. اه لانك انت هتطلع بره اللعبة. انت نوش متابع وبتطور نفسك وتتوائم مع اللي بيحصل ده مع التريندز دي. هتطلع بره اللعبة بكل بساطة. ما ترجعش ربع كده بكيه. ما تعيش في النستولوجيا بقى. لا انا كنت شغال ده. انا واحد من ناس محمود انا ابتدت شغلي من عشرين سنة او من عشرين سنة. اشتغلت عالدفتر اتنين وتلاتين خانة. شكلك اصغر كتير. لا لا لا. ما شاء الله. عجوز ما هم. ما شاء الله. فانا اشتغلت عالدفتر اتنين وتلاتين خانة عارفه? اللي بتفتح زي بتاع التمويض ده. اه. 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 والدفتر حرف تي. انا كنت برحها هنا. اه. اه. شوية شوية اشتغلت الاكسل تمام؟ شوية بعد الاكسل اشتغلت على الاير بي. بعد الاير بي اشتغلت على الاي بي ال تمام؟ شوية اشتغلت على باور باي والادوانس اكسل والمودلينج. وصولا للي بقول لك الويب سري سيفوز المجموعة اللي انا يعني وفيش حد عربي فيها غيري انا. الحمد لله رب العمين. الحمد لله. فلازم تتوائم مع ولازم تتبنى الادابشن تتبنى الترندز الجديدة في التكنولوجيا. لانها هي هي ده هو ده المستقبل. ما تبعدش تقاوم بقى يبقى عندك اه اه يعني انا نعز اقول لك حايا محمود. اعلى موبايل اعلى سبع موبايلات مبيعا في التاريخ. من شركة نوكيا. حد يجبها من غدا دلوقتي. نوكيا فين دلوقتي. اختفت. طيب يبقى ازا بالكاترة مش مهم. المكسب مش مهم. حدك انا انا كنت شغلها فكرة في شركة تبع نوكيا عشان كده عشت المأساني. تمام? اه دلوقتي الموضوع ده تحول لعالم السيارات. يعني انت شايف السيارات الصيني تغور لغير طبيعي يعني. اه يعني. وخلاص يعني انا اعتقد. فجأة. فجأة. يعني البرندات التانية الاوروبية واليابانية. حاليا بتحول ايه? عشان ترخص السعر وتراف تنافس السيارات الصينية. بتترخص في الانجريديونز وفي الماتيريالز وفي الكلام ده فبقيت نسخة سيئة. تمام? فانت ما تبقاش كده ما تمام? انت تبنى التكنولوجيا ادخل فيها وقر عنها. يعني. اوكي. انت عايز تتفرج كورة. عايز تتفرج افلام. اوكي. مش اقول لك. يعني هواياتك مارسة. بس لازم يبقى عندك التزام شديد. يعني. يعني انك فلو مشيش التزام عادي. اه. التزام شديد بمستقبلك. ده مستقبلك. واه. اكل عيشك. فلو انت يعني ما طابعتش الترندس دي. حولت تتوائم معها وتتبنىها. هتطلع برضا. اه. خلينا يعني موضوع مش مش قصة سعيدة يعني. اه. كان عندي يعني كنت بنام على الارض. يعني مقدرش اوه مفتاعة. مع كده قلت يعني اخف يلوب اخف اخد الدواء. وارجي على ساكرة تاني. دكتور قولي يا ابني انت فرود متعودش. انا غد دلوقتي بنشتغل بلد. من اتناشر لتستاشر ساعة في اليوم. بنام اربع خمس ساعات. وعندي اربع اولاد. تمام? فيعني الحياة مش سعيدة. اه مع المذاكرة الثاني اللي فاتي جالي نزر اغط في الرائبة كمان يعني. تمام? فالحياة مش ومعا كده ما اقدرش واقف. انا عندي التزام. لسه مخلصتش يعني. لسه عندي حاجات محتاجة اعملها. ولسه عندي احلام محتاجة تتحقق. ولسه عندي التزام تجاه الناس ان انا نعلمها. يعني دي كمان التزام تاني. ان انت لازم تكون المعرفتك دي تعمل لها للناس الصغيرين والناس اللي حتى اقرانك تتحوه ترفع مستواهم. تمام? عشان المجتمع ده المجتمع العرب ده كله ينهض وشركاتنا تنهض. لان انا واحد من ناس صراحة انا مش شايف الرفاهية الاقتصادية يعني اوكي الحكومة عليها دور. الحكومات عليها دور. بس انا شايف برضو ان القطاع الخاص تامية القطاع الخاص هو ده الدور الحقيقي ايه او ده الشيء الحقيقي اللي هيخد اقتصاد الوديان. وهي حق الرفاهية الاقتصادية للناس. وعشان الشركات دي تشتغل ويبقى عندنا ابل في مصر. حاجة زي ابل حاجة زي ماكروسوفت في مصر. شركات عالمية مصرية. لازم دور الادارة المالية لتطور. لازم نقنع الناس. احنا مش معناها. هي الناس طب يعني مشكلة ان هي ايه? يقول لك والله صنع في الشركة بتاعتي مش باخد فرصة. انت قدمت ايه? انت اعمل والتاني والتالت والرابع واعد مع الناس وحاول. اغاية ما الناس تقتنع وتعرف دورك انت ممكن تقدم ايه. هي الناس مش عارفة انت ممكن تقدم ايه. الناس بالنسبة لها انت لسه محاسب براه وقلم. تمام? من الى وبتطلع. لا انت طلعت تحليلات وربط ما بين البيزنس وبين المحاسبة. ودي فوركاست. حسن يعني دقة بتاعت الفوركاست بتاعك. وشوف ادي حلول اطرح حلول يعني ما اطرحش مشاكل. والحل ده هيقول. صدقني الناس في مرة مع التانية وما لقوا كلامك اتحقق اللي انت بتقوله اكيد هتبنت اصل ان هما مش مش مجانين يعني. اكيد الناس عايزين يعني مصلحة الشركة. فهو صوتك هيتسمع. في وقت معي. اوكي. طيب بما انك كلمت على الموضوع ان احنا ازاي او ان انت العلم ينتفع به للناس التانية. اه لو في حد من الشباب الصغير دلوقتي في اولى تانية تالتة ربعة اتجارة او اي كلية لعلاقة بالمحاسبة. اه او شاب بتخرجوا في متخصص في مجالة المحاسبة دلوقتي. ايه النصيحة عايزة ادهاله. اه خلينا اخصف تلات نصيح سرعة. اه بجانب انا عاجبني جدا موضوع الالتزام والاسرار اللي في الاول. اللي هو لازم يكون التزام شديد زي ما انت قلت. اه بمستقبلك زي ما انت قلت. بجانب النقط اللي انت قلتها في الاول دي. لو عايزة انصحه وتلات نصيح يكونوا ايه? اه طيب اه اول حاجة يعني ركز على حقيقة واحدة في حياتك. لو انت بتدرس في الكلية بخلي تركيزك كله انك تخلص الكلية بتاعتك. تمام? لان يعني في ناس كتيرة بتتشتت. لو انت عندك وقت زيادة جنب الكلية. وطبعا انت عندك وقت زيادة اللي خد طالب جميعه عارف يعني. اه ممكن تدرس بشيادة زي السيمين مسلا. او بجانب دراستك. يعني دي الفترة الزهبية على فكرة بتاعت الجامعة. يعني فترة الجامعة دي الفترة الزهبية. ممكن تطور نفسك في الانجليش. تمام? ممكن تتعلم مهارات حتى الكتابة على على الحسبة. يعني سوري. على الكيبورد. انك مسلا تنزل برنامج معين. يطورك. بشكل اسرع ويمتحنك في ان تتكتب بشكل او كفاءة اكتر. اه ممكن يعني ما وضوشت مزاكرة الشهادة المهنية لو انت عندك وقت. فاهم حاجة انك ايه انك في كتاب اسمه الشيء الوحيدة في فكرة. ممكن تغيره يعني. اه ركز الحقيقة واحدة في حياتك. تمام? ما اللغة الانجليزية. اه في ايزنهاور بيقول كلمة يعني جميلة جدا. انا باتباعها في حياتي. اه بيقول لك اه بلان بلانز is nothing but planning is everything. يعني الخطط لا شيء لكن التخطيط هو كل شيء. بمعنى هي مش فكرة انك تخطيط انك تحط خطة وتمشي عليها بقى حتى لو بان لك غلطها. اه لا الفكرة انك التخطيط المستمر. انت بتمشي في الطريق ده ما بيوصل لك شيء لا خلاص انا همشي في طريق تاني. اه او خطط ان انا اوصل لحية معينة. موصلة لهاش. لأ خلاص يعني مسلا انا عايز اوصل اشتغل في خلاص ديتي الدنيا مقفولة. لأي سبب من اسباب. خلاص اعمل خطة ان انا روح حياة تاني. انا مسلا اشتغل في بنوك. لأ خلاص مش هينفع مسلا او كده. لأ خلاص بقى اخطط ان انا اروح شركة تاني. ان انا اشتغل في مكتب محاسب زغار بقى كلا اتباع. خلي ان انا عملية مستمرة. عملية دينمايكية في حياتك. مم. فدي الحقيقة اللي انا ممكن انصح بها الشباب يعني ان انت الالتزام او انك تركز على حيات التركيز. تنمية مهارة الانجليش ومسلا الاكسل والتعامل مع الكمبيوتر بشكل عام. وموضوع انك موضوع تلاتي اللي ايه انا نسيت. موضوع البلاننج. البلاننج. ان انت. لازم التخطيط ده يكون شكل حيوي. بالزبط. وديناميك. اه مش مش صلب. مش خطة واحدة. حتى احنا في يعني احدث في الاف بي ان دي وانا كنت اتكلمت عنها قبل كده. اللي انت خلاص تبتعني بس يعني كل اسبوع بتغير. مش احنا اول حياتي كنت تلاتاشر اسبوع. ده هاتي من اسبوع الاسبوع الناس بتغير. يعني بيقولك ان انا ما استناش. كما ما تستناش غيرت اما انت تعال انفشلك الزريع عشان تغير الخطة. لأ. انت بالاول اعمل فوركاست. خلاص مش هوصل فريف انا اهم حياتي بس يبقى فيه منتور معك. يعني قود عملية التخطيط دي. ما تبقاش ان انت عشان ايه يختفر عليك الوقت والمجهود يعني. احنا الكلام معك ما يتشبعش منه بصراحة الوقت بيجري. فاحنا قريدي عدينا الوقت بس انا متشكر جدا يا احمد. لو يعني الحاجة اللي بصراحة الفقور بيها ان ان على قد ما انت حققتها كتير بس شايف برضو انت لسا قدامك كتير. وفكرة الالتزام الشديد ده بيحفز الناس كلها اللي عندها اي حاجة انها ما تشتغلش وما تطورش من نفسها. كون ان انت تبقى تعبان وممنوع ان انت تعمل واحد اتنين وتلاتة ومع ذلك مصر ومقولها زلطة مصر وحتفضل بكرة مصر. عجبني اول كلمة التزام الشديد. صحيح. مش بس الالتزام الشديد. صحيح. في ان احنا لازم نطور من نفسنا ولازم نكون مراعيين مستقبلنا بشكل او باخر. وفكرة ان عندنا مدير مالي بيجمع ما بيننا الشهادات المؤهلات المالية وفي نفس الوقت بيجمع بفهم البزنس مش بس مجرد شهادات مهنية. وامتابع التطورات بتاعت التكنولوجيا بالشكلة بتعملوتي حاجة تدعو للفخرة بصراحة يا حمد. بنخليك. فانا اتشرفت جدا بمعرفتك وشرفتنا في وان شاء الله نتقابل قريب بإذنك. وبنخليك شكرا.